عن عمر بن جميع قال سمعت الصادقة صلوات الله وسلامه عليه يقول إن العبد المؤمن لا يهتم في الدنيا يصيبه الهم حتى يخرج منها ولا ذنب عليه تكفر ذنوبه بما يتنزل عليه من هم وغم إلى الباب الذي عنوانه باب اللمم صفحة 435 من الجزء الثاني من الكاف الشريف إنه الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن إسحاق بن عمار قال قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما من مؤمن إلا وله ذنب يهجره زمانا ثم يلم به يلم به يرتكبه يبتلى به ما من مؤمن إلا وله ذنب يهجره زمانا ثم يلم به وذلك وذلك قول الله عز وجل إلا اللمم وسألته عن قول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم قال الفواحش الزنا والسرقة هذه أمثلة لا تقف الفواحش عند هذين المثالين قال الفواحش الزنا والسرقة واللمم الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله منه هذا هو واقعنا الوعي الذي أحدثكم عنه وعي بواقعنا الديني ومثل ما قلت لكم مراد من الواقع الديني الحالة الوجدانية التي تشخص علاقتنا بالله عبر إمام زماننا فهذه المضامين التي تتحدث الأحاديث الشريفة عنها هي مضامين وجداننا مضامين ضمائرنا هذه الكلمات ترسمنا من الداخل إنها بث مباشر عن بواطن مكنوننا عن إسحاق بن عمار قال قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما من مؤمن إلا وله ذنب يهجره زمانا ثم يولم به وذلك قول الله عز وجل إلا اللمم وسألته عن قول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم قال الفواحش الزنا والسرقة واللمم الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله من باب عنوانه فيما أعطى الله عز وجل آدم عليه السلام وقت التوبة الوقت الممنوح لنا نحن الآدميون الوقت الممنوح لنا من الله حينما نرتكب المعاصي هناك وقت ممنوح يفسح لنا المجال فيه كي نجدد توبتنا ونحن بحاجة دائمة إلى تجديد التوبة التوبة مطلوبة منا في كل الأحوال علينا أن نتوب يوميا أن نجدد توبتنا بقدر ما نتذكر صفحة 433 الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته إذا كانت التوبة صادقة وباب التوبة مفتوح للجميع لا يغلق هذا الباب مدام هذا الباب معنونا بعنوان قائم آل محمد إنه الرحمة الإلهية الواسعة إنه الرأفة الإلهية الممتدة إنه الكرم الإلهي الذي لا حدود له إنه جود محمد وعلي وفاطمة إننا نتحدث عن الحجة بن الحسن من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبة ثم قال إن الشهر لكثير من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبة بجمعة يعني بأسبوع ثم قال إن الجمعة لكثير من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبة ثم قال إن يوما لكثير إلى أين تريد أن توصلنا يا رسول الله ثم قال إن يوما لكثير من تاب قبل أن يعاين قبل أن يعاين الموت في اللحظات الأخيرة من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبة أرب هذه أخلاقه ورسول هذا دينه وإمام أتحدث عن الحجة بن الحسن هذه سيرته وقوانينه وآدهبه ألا ألا يستحقون أن يتبعوا ألا يستحقون أن يتبعوا ودينهم في قرآنهم المفسري بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد بقواعد تفهيمهم هذه نفحات نفحات من من كلام الذهبي وذهب الكلام هذا هو الكلام الذهبي وهذا هو ذهب الكلام موسيقى موسيقى